الحقيقة إنه النهاردة هنتكلم عن نوع معين من الكتب الأكيد كلنا بنكون مهتمين به وحقيقي ليه جمهور كبير جدا جدا من القراء كتب بتناقش موضوعات بتهم كل راجل وكل ست لذيذ الكتاب اللي شبه حياتنا لذيذ الكتاب اللي فيه حوادتنا وفيه مشاكلنا وبنعرف نتعلم منه حاجات كتير نقدر نتخطى بها مشاكل نكون بنقابلها هنتكلم النهاردة عن الحب هنتكلم عن الجواز هنتكلم عن العلاقة ما بين الست والراجل ليه بيتخنقوا؟ ليه تفتكروا في الغالب أحيانا كتير في ظروف كتير ما بيعرفوش فهموا بعض إيه أبرز المشاكل وإيه أكبر المشاكل اللي ممكن تكون موجودة بينهم وما بيعرفوش حلوها النهاردة هنتكلم عن الكتب الخاصة بالعلاقة ما بين الراجل والست والحقيقة إن الموضوع ده فيه ناس كتير جدا مهتمية به وكلها عايزين تعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع ده وعن العلاقة ما بين الراجل والست اللي محيارة ناس كتيرة جدا سواء في مرحلة التعارف أو في الخطوبة أو في الجواز وبعد بقى الخلفة وبعد الانشغال وبعد المسئوليات ما بتزيد أحيانا المشاكل بتكتر والحقيقة إن كلنا بنتحط في المواقف دي وكلنا بنتحط في الأزمات دي اللي ممكن تمر علينا في حياتنا واللي ممكن نكون محتاجين بجد حد يساعدنا في حلها النهاردة هنتكلم مع الكاتب وأخصائي نفسي واستشاري أسري عن كتاب من نوعية خاصة جدا زي ما قلت لحضراتكم الكتب اللي هنتكلم فيها النهاردة عن الرجالة والستات والمشاكل اللي بينهم وهو الأستاذ إبراهيم خطاب صاحب كتاب لماذا يخاف الرجال أن تفهمهم النساء وحقيقي في رجال كتير بتخاف إنهم يتفهموا العنوان نفسه جذاب للستات أعتقد ومقلق شوية بالنسبة للرجالة إيه الحكاية؟ الكتاب بيتكلم عن إيه؟ ليه بيخافوا الرجال أننا نفهمهم بالعكس؟ مع أننا بجد عايزين نفهمهم عشان ما يبقاش فيه مشاكل هنتكلم كتير عن الموضوعات اللي موجودة في الكتاب والتفاصيل اللي موجودة في الكتاب النهاردة عن العلاقة ما بين الرجل والست أو الرجل والمرأة وطبعاً ده هيكلمنا عنه ضفنا اللي هينورنا النهاردة في الستوزيو الأستاذ إبراهيم خطاب الكاتب والخصائي النفسي والاستشاري الأسر